اهلا بكم من جديد قال مسؤولون في حركة حماس ان المشاورات ما زالت جارية داخل الهيئات القيادية داخل الحركة بشأن اختيار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لإسماعيل هانية في حين تحدثت مصادر اعلامية عن تراجع فرص خالد مشعل بسبب علاقاته المتوترة مع ايران وحزب الله يبدو ان اغتيال اسماعيل هانية في طهران وفراغ منصب نائب الرئيس خلط الاوراق في التوافق على اختيار رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة وان كانت الترجيحات الاولية اشارت الى رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل نظرا لخبرته السياسية وتمرسه كرئيس سابق للمكتب السياسي للحركة امتدت لاكثر من عقدين حتى عام 2017 الا ان هذه الترجيحات تراجعت في ظل التغيرات السياسية في المنطقة والتحالفات الجديدة مسؤولون في الحركة اشاروا الى ان المشاورات ما تزال جارية داخل الهيئات القيادية لحماس في اختيار خليفة لهنية وانها لم تتوصل بعد الى توافق بشأنه وتحدثت اوساط سياسية عن تراجع اسهم خالد مشعل بسبب علاقته الفاترة مع حلفاء رئيسيين لحماس خاصة ايران وحزب الله اللبناني على خلفية خروجه من سوريا وانتقاد الحركة لممارسات النظام ضد الحراك الشعبي في نيسان من عام 2011 ولذا فان وجود مشعل على رأس الحركة في هذه المرحلة قد يؤثر سلبا على العلاقة مع هؤلاء الحلفاء والداعمين عسكريا وماليا وسياسيا بحسب مراقبين هذه اول مرة ازور فيها فلسطين بعد سبع وثلاثين سنة اذا لا توافق حول شخص بعينه ما يوحي بخلافات غير معلنة بين تيارات حماس وتعاطيها السياسي داخل قطاع غزة وخارجه والعلاقات السياسية والدبلوماسية ومدى علاقة ايران باختيار الرئيس الجديد للمكتب السياسي خصوصا مع استمرار حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة للنقاش ينضم الينا ابراهيم المدهون كاتب ومحل السياسي هنا في الاستوديو مرحبا بك معنا اشتاد ابراهيم هل فعلا ايران هي من لا تريد خالد مشعل؟ في البداية تحياتي لك وللمشاهدين لا اعتقد ان هذا ليس دقيقا لان من يحدد من يقود حماس ومن يحدد قيادتها وكوادرها هو النظام الداخلي بالاضافة الى المؤسسات مؤسسات الحركة كان المكتب السياسي او المكتب الشورى العام او بعض المؤسسات القضائية المعروفة وغير المعروفة ولهذا انا اعتقد لا احد يستطيع ان يحدد من سيتولى رئاسة الحركة سيد خالد مشعل تولى رئاسة الحركة يعني من ال 96 الى 2017 وهناك نظام داخلي يمنع ترشح الشخص اكثر من دورتين متتاليتين واليوم مع اغتيال السيد اسماعيل هنية حدث فراغا بسبب ان قبل اغتيال السيد اسماعيل هنية غطيل نائبه عروري وهو الشيخ صالح العروري ولهذا اليوم هناك حالة من حالات يعني فيه امرين مستجدين داخل الحركة اول اشي حالة الحرب والطوارئ اللي بتعيشها الحركة وبعيشها شعبنا الفلسطيني وخصوصا ان هناك حرب ابادة ليست حرب بسيطة بالاضافة الى تحذير الاحتلال الاسرائيلي من اغتيال قيادة حركة حماس والقيام بعملية اغتيال داخل فلسطين المحتلة وخارجها الامر الثاني هو انه لا هناك اليوم انتخابات واستخدقات داخلية هذا الامر يعني اعطى مساحة لعدة امور حقيقة اولا لان يكون هناك اكثر من مرشح الامر الثاني الامر الثاني وهو ان يكون هناك اخفاء لبعض يعني الترشحات والاسماء من اجل عدم اعطاء الاحتلال الاسرائيلي ايضا فرصة جديدة لمزيدا من لا اي اساس تم الحديث عن محمد اسماعيل درويش ان يكون خلفا محمد اسماعيل درويش كما اعرف هو رئيس مجلس الشورى حماس او نحن نتحدث عن ابو عمر حسن بهذا الاسم لا اعرف اذا كان متطابق او لا هذا رئيس المجلس هو بالقوانين الداخلية يقوم بتولي فترة تسيير الاعمال بسبب غياب الرئيس والنائب لكن عمريا يعني وحتى اذا انتحدثنا عن الخبرة وسياسيا حتى خالد مشعل هو الاقوى ربما الان من بين كل الموجودين صحيح؟ طبعا خالد مشعل هو يعتبر رئيس حركة حماس مدة طويلة وهو الرئيس السابق وايضا بيده الكثير من الامور وله حضور قوي وكبير ولكن لا تنسي اليوم ان حركة حماس تخوض حربا مفتوحة وعدم الاعلان دائما هو الذي تقدمه على الاعلان بذلك لذا لو لاحظت ان اكثر من بيان لحركة حماس والمسؤولين فيها قالوا ان المشاورات ما زالت قائمة معنى انه لم يتم البت في ذلك انا اعتقد يعني مرت قبل ذلك حركة حماس بنفس هذا الظرف في عام 2003 او 2004 تم اغتيال جل قيادتها السياسية والاسكرية في قطاع غزة وكان اخر من استشدوا واغتيلوا الشيخ احمد ياسين ومن بعده تولى الدكتور عبدالعزيز الرانتيسي بعد ايام من تولى الدكتور عبدالعزيز الرانتيسي رئيس حماس في غزة تم اغتياله فتم اخذ قرار بعدم الاعلان عن من هو الذي سيتولى ذلك وحقيقة استطاعت حماس ان تمر بهذا الظرف الصعب اليوم لا هناك تهديدات واضحة لقيادة حركة حماس في الخارج خصوصا بان يطالهم الاستهداف والاغتيال ولهذا اعتقد ان حماس ستجنح الى الغموض في هذا الامر وعدم الاعلان خصوصا ان معظم اجهزتها الحيوية ومؤسساتها فاعلة لا تحتاج الى هذا وهي تخوض حرب واسعة الامر الاخر انه في القانون هناك اثنين مرشحين الان بشكل كبير او ثلاثة ورئيس حركة حماس في غزة سيد يحيى السنوار وهو منشغل بشكل واسع في الحرب سيد خالد مشعل وايضا هل السنوار هو يعني رأي ايضا بالموضوع يعني قيل انه هو الذي كان يقول انه يجب لا يكون خالد مشعل لا 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 تدار هكذا الامور يعني انا اعتقد انه الامر هو هناك ابعاد امنية هناك ابعاد سياسية وهناك ابعاد تنظيمية داخلية وهناك ايضا بيئة الحرب والمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي لا حزابات لكن ما يقال ان الاعتبارات ان هذا الحلف او الذاك لا اعتقد انه خصوصا انه معروف ان السيد خالد مشعل اصلا يعني هو صاحب علاقات وصاحب تجربة كبيرة وهو علاقات مع الكل للعلم موقف السيد اسماعيل هنية كان مشابه لموقف السيد خالد مشعل في بداية يعني الثورات والربيع العربي لكن الامور يعني لا تأخذ حتى الدول لا تتعامل وانه يغير هذا الموضوع على سياق الحرب الدائرة اليوم من كان البديل يعني هو كان نائب هنية سيد خالد صالح العروري تم اغتياله الان موجود اللي هو سيد خالد مشعل وسيد يحيى السنوار وامين سر الحركة مش معروف ابو عبيدة امين سر الحركة وكثير من الكوادر والقيادات من لا يعرفه الجمهور عن حماس ان حماس مليئة بالقيادات مليئة ذاخرة بالقيادات المركزية هناك الدكتور موسى ابو مرزوق كان ايضا رئيسا للحركة يعني في سنوات وهو رئيس للمكتب العلاقات الدولية هناك الدكتور خليل الحية الكثير من قيادات هناك زاهر جبريم الذي جاء بعد استشهاد صالح العروري وهو رئيس حركة حماس في الضفة كثير من القيادات الآن موجودة ولهذا انا اعتقد ان الموضوع اعقد مما يقوم بس انا بدي اختم انه لا شك انه حالة الغموض وتأخر حماس بالإعلان هو الذي يطرح بعض القضايا والنظريات غير دقيقة شكرا جزيلا لك ابراهيم المدهون كتب ومحلل السياسي على هذه التوضيحات الى هنا تنتهي محاور سوريا اليوم الى اللقاء اشتركوا في القناة